على العيد وتقوص وعادات مختلفة احنا طورصناها على سنين عمرنا كلها وهي زيارة المقابر في اول ايام العيد على اعتبار ان المتوفي حاسس بينا وسمعنا وبيتونس بينا واحنا بنروح وبنقعد نتكلم معاه ونس تقول احنا جاينا نعيد معاك وما قدرناش نفرح من غيرك وكل الكلام اللي احنا ممكن نكون بنسمعه علاقتنا بالعالم الاخر اللي احنا ما نعرفش حاجة عنه هل هم فعلا حاسين بينا ولا لا سمعنا ولا لا الزيارة في اول ايام العيد هل هي مستحبة في الدين الاسلامي ولا غير مستحبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأنوران الأكملان الأزهران الأعطران المشرقان على سيدي ولد عدنان سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الديني وبعد بعيدا عن المقدمة اللي وجعت بها قلوبنا اه وانا موجوعة وانا بقولها والله جددت بها أحسنة وفكرتنا وان كنا لا ننسى دوما لكن خلينا نبعد عن اله وي ونتكلم عن العالم الأخر اللي هو عالم الأموات يطرى أنا أمي حس بيا دلوقتي يطرى أنا أبوي حاسس بيا الإجابة آه ونعم حسين حسين بينا وهل فعلا بيت وجعوا لواجعنا وزلاتنا وإذا كنا احنا بنحسش بيه لكن هم حسين بينا سيدنا عبد الله بن رواحة نام مرة وما صلاش العيشة ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فجاله أبو وقال له يا بني لقد أحرشتني في معسكر الموتة أمام إخواني لقد أحرشتني في معسكر الموتة أمام إخواني سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أن الميت ده زيه زي السجين بيستني الزيارة بيتلهف على الزيارة ولذلك من أنواع البر أن تزور قبر أبيك وأمك ده نوع من أنواع البر طب يا ترى أنا ما بروح لهم بيبحسين بي بيستعدوني تعرف حضرتك لو قالوا لي الأستاذ ألم يجاية زورك في البيت أنا هزبط البيت إزاي وهيأ أولادي إزاي وهيأ نفسي إزاي وهيأ كل دنيات إزاي كذلك الميت من أول ما بتخش المقابر أول ما بتخش أول مقبرة قبلك فيبصوا في وشك يقولوا ها حد تبعك ده لا يفضلوا ينقلوا الأخبار ده فلانة بنت فلان اللي جاية من الدنيا تذكرتنا يفضلوا ينقلوا الأخبار كده مع بعض حد ما يوصلوا لأبوي أو لأمي يقول له هنيئا لك لقد تذكرك أهل الدنيا فسيدنا النبي يقول وإحنا عمرنا وبننسيهم سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول فيرد الله إليهم أرواحهم ويجلسون ومعكم يتسامرون وإليكم يستمعون وبكم يأنسون تخيل كده وسلامكم عليكم يردون تخيل كده أن في علاقة ود علاقة الصلة موجودة لكن إحنا اللي دايماً تغافلنا الراجل اللي هو مر على قبر مرة وبعدين جلس فأخذته سنة من النوم فلاقى حاجة جميلة أو لا إيه أستاذ زلاميا عرفة طبور الجمعية ولا ما تعرفه موش عرفة طبور الجمعية لا طبور الجمعية والناس بتتخانئ على الرحمة اللي هي رحمة ربنا ولقى واحد قاعد باشا قاعد في مكانه تأتيه رحمته على طبق من ذهب ده في المنام فقال وعجباه ما لي لا أراك تكف مع الواقفين قال لي ولد يترحم علي ويتذكرني بالقرآن ويتعودني بالزيارة وفي رواية ويتخولني بالزيارة يعني كل شوي يجيزهم فتأتيني رحمة خاصة من الله لي أما هؤلاء الذين ترى فإنهم نسيهم أهلهم وأبناؤهم وزويهم فإذا دعا واحدهم مننا اللهم مرحم أموات المسلمين تتوزع زي طبور الجمعية على الناس الغلابة الغير اللي تخص الشخص نفسه غير اللي تخص الشخص نفسه مرت الأيام والراجل قاعد على نفس القبر فلقى صاحبنا واقف في وسط الطبور قال ويحك ما حملك على هذا قال ألهتي الدنيا ولدي حمي ألهتي الدنيا ولدي عنه عشان كده وسمحوني هي بقى اللي اخترت الموضوع مش أنا سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما أمه جات تموت ضمت وأوش وقالت له يا محمد كن رجلا يا محمد كن رجلا يا محمد كن رجلا الموقف ده فين لما ماتت أمنا آمنة أو ستنا آمنة أو هي بتوصيه بتحضنه الكلام ده الموقف ده كان عند قبر أبوه عبد الله قالتو ده قبر أبد الله أبوك يا محمد كن رجلا وزور قبري وزور قبر أبيك عشان كده ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضها دايما تقول وكان صلى الله عليه وسلم يستأذن ربه في أن يزور قبر أمه آمنة ده مهم جدا سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يصحى في نص الليل لدرجة أن السيد عائشة تغيره وتفتكر أنه رايح عند واحدة تانية بالبلد اللي احنا بنقوله كده فتتتبعه فتراه صلى الله عليه وسلم يدخل إلى قبور البقيح يزور أحباءه ويزور شهداء سيدنا الحبيب كان يزور قبر عمه والجميل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وده عظيم أوي فقال له أين تنزل يا رسول الله قال وهل ترك المشركون لبيتا أنزلوا فيه قال له لا هدموا لك البيت نبني لك فين قال لا اضربوا لي خيمة أمام قبر خديجة وقعد سيدنا الحبيب على قبر خديجة كده وهو يمسك بترابي القبر وينظر إليها ويقول إيهني يا خديجة إيهني يا خديجة إيهني يا خديجة كم كنت أتمنى أن تكوني معي وإني لا أعلم أنك معي أنا عارف أن أنت معي وشايفاني أعطتني حين حرمني الناس وصدقتني حين كذبني الناس وآوتني حين طردني الناس ويقعد سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم على قبر أمنا خديجة عشان يعلم الدنيا كلها كيف يكون الوفاء كيف يكون الأموات الصحابي اللي دخل عليه وقال له أنا دفنت أمي وقمت معها بكل الواجب علي حاجة تاني قال له أيوة زيارة قبرها وصلة الرحمة التي لا توصل إلا بها وإكرام صديقها عشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الملمح ده أوي ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة الكبور ألا فزروها فإنها تذكركم بالآخرة لما تروح كده على القبر اعلم تماما أن صاحب القبر ينتظره وأن صاحب القبر دائما يتحدث معك وأن صاحب القبر يأنس بك ويستمع بك ودايما الإمام القرطبي في التسكرة يقول حاجة جميلة أول يقول وقد تعود الناس على بعض الكلام الذين ظنوا أنه من الأوهام إيه هو يا إمام تيجي حضرتك راحة ومحضرة عشان عندك هوا مش عارف الساعة كان فهتقضي عشر داية أو ربا ساعة أو تلت ساعة بالكتير عشان تخضع ربيتك وتيجي على الهوا فتلاقي نفسك أحد ساعة كل ما تيجي أي محجم كاتفاك فبيسألوا إيه دا؟ قال إن الميت قطال شوكه إن الميت قطال شوكه فبيحضنك بس الطريقة أنت مش شايفة عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نمر بالقبور في غير زيارة نهانا يعني إحنا لو مع الدين كده في بعض الطرق بيتبقى ساعات منقول زحمة خش من وصل الطرق واطلع بالعربية هتاخد الطرق لا ليه؟ لأن كلهم بيتهيأوا فاكرينك جاي تتكرم عليهم للدرجات دي تخييري كده عشان كده دايما إحنا ندعي زي ما كانت أمنا عائشة بتدعي في السجود اللهم اذكرني إذا نسيني أهلي وخلاني وارحمني إذا بخل علي أهلي برحمتي طيب خلينا ناخد التريفون ونكمل أستاذ راغب أهلا بيك يا فاندم تفضل سؤال بس ما قلت الشيخ بقوله زيارة العيد يعني مش لازم يوم العيد ممكن تكون الزيارة غير يوم العيد في نفس الدزور بس يوم العيد بس تقصد حضرتك أن مش لازم الزيارة تبقى أول يوم العيد قاله يعني في ناس سؤال انت عملها حلوة ماشي في الناس كلها دلوقتي تفن عن برنامج مثلا بقولك الشيخ قاله زيارة ناشي يوم العيد لا 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 احنا لسه ما احنا بنتكلم دلوقتي على زيارة المقابر بشكل عام لسه ما قلناش في الأعياد هل هي مستحبة ولا غير مستحبة حضرتك يعني احنا لسه هنسأل السؤال ده وهيجاوب فضلت الشيخ عليه طيب ناخد مدام هند السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا هند أهلا بيك لو سمحت كنت عايزة أسأل الشيخ أنا دلوقتي أهل جوزي لازم بيروحوا تاني يوم يلاقيدي جوزهم مقابر أنا عارفة أنه هو حرام أو يعني غير مستحبة أو كده أنا مش عارفة يعني أنا عايزة أتصل عشان أسأل على كده بس أنا لما بروح معاهم عشان لأني جوزي بيزعل مني لو ما رحبش فبفضل بره المقابر ما بدخلش جوه ما بدخلش جوه القابر فهو حكمها إيه هل أنا كده صحه ولا غلط ولا هم صحه ولا إيه يعني أنت بتروحي معاهم بس بتفضلي بره ما بتدخليش المقابر بالزبط كده بالزبط كده طيب حاضر حاضر تابعين خلينا نجاوب الناس على السؤال اللي قال الناس كلها زيارة المقابر في أول أيام العيد أو في أيام العيد بشكل خاص هل ده مستحب ولا غير مستحب هو برضك أنا بدأت وقلت لك إن الميت زي وزي السجين فلما بتروحي تسجول السجين بتاخد تصريح مش كده طبعا لو معكيش التصريح ما بتروحش بس الميت ما بيستقبلكش أول يوم العيد ما بيستقبل لا خالص ليه بقى؟ بل إنه يغضب عليك ليه لإنك خلفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام إن العيد بيبقى نوع من البهجة جاو من الفرحة نعم إحنا عندنا أول يوم العيد عشان بس المشاهد يبقى معي أول يوم العيد الفطر أول يوم العيد الأطحة والتلات يام بتوعيد الأطحة التانين يعني أربعة عيد أطحة يوم عيد فطر ممنوع تزور فيهم المقابر لكن تاني يوم عيد الفطر ينفايد أول يوم لأ أول يوم عيد الفطر ما نروحش نزور المقابر لكن نقدر نروح تاني يوم لكن أربع أيام عيد الأطحة ممنوع فيه زيارة المقابر يوم عيد الأطحة وأيام التشريك فالأربعة أيام دل لأ ويوم عيد الفطر لأ ولما بتروح الميت لا بيستقبله ولا بيقعد معك ولا بيتأنس منك أبدا لو أطلعك الله على صورتي لرأيته قد أعطاك ظهره لأنك خلفت قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي نهى عن تجديد الأحزان قال لا تجددوا أحزانكم وأنا ما رايح للميت أنا مش رايح لعشان عيط ولا 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 وإن كان عشان بس المشاهد الكريمي بعرف لو رحت على القبر وعيطت على قبر أمك أو على قبر أبوك ده مش حرام ده رحمة محدش يضر ده مشاعر إنسانية وأحسيس جوانا سيدنا خديجة لما مات القاسم دخل عليها النبي فكل ما يخش عليها إليها بتبكي قال ما يبكيك يا خديجة قالت حنت لبينة القاسم يا رسول الله ابنها فسيدنا جبرين نزل قال له السلام وكرؤك السلام ويقوله لك أقرأ خديجة من الله السلام ويقوله لك إن الله أوكل من الحور العيني من ترضع القاسم لو شاءت خديجة أن تطمئن على ولدها لا أراها الله قالت بل صدك الله وصدك رسول الله سيدنا نبي ما كانت يمسي رسول عليه الصلاة والسلام بكال على قبر أم لا ده على قبر ابنه كمان فسيدنا عمر استهرد أنت اللي بتعايت يا رسول الله قالها إنها رحمة يا عمر السيدة خديجة السيدة عائشة تقول ما زكرت خديجة إلا دمعت عين رسول الله وفاء نحب الله ما زكرت آمنة إلا دمعت عين رسول الله صلى الله